مرحبا فيكم حبايبي برج الاسد. خلينا نشوف التوقعات. كيف الفترة رح تكون عاملة بشكل عام. خلينا نشوف طاقتك هاي الفترة اكتر شي على شو عم بتركز بافكارك بافعالك. واعت الحالة والله. نفس الورقة اللي قبل شوي. رح يكون اكتر شي العاطفة شغالة عندك. رح تكون فترة رومانسية بانتياز. في رجوع لشخص او خلينا نقول تطور في العلاقة العاطفية في امور رح ترجع لما جريها. في اكتر من امنية في الحب عم بتسير. في انتصار في هاي العلاقة. فهذا الكرت طلعلك عاطفي مع انه يعني عادة بطع بشكل عام. خلينا نشوف ازا التوقعات بشكل عام لهاي الفترة. لا الاسد. طبعا هاي قراءة عامة حبايبي ممكن تنطبق على جزء وجزء لا. فعادي جدا ازا ما انطبقت عليك. حلو جدا الوراء وكتير عجبني. اه بالنسبة للشهر الماضي ما كان هالقد برج الاسد. لكن هاي الفترة انا شايفيتها رح تكون كتير حلوة. شايفي عندك اول شي تصفية حسابات في اول الايام من هاي الفترة. يعني يمكن تكون اول اسبوع من الفترة اللي قلنا عنها. رح تكون تصفية اه حسابات. في كان اه صراع اه بينك وبين اه اشخاص. ولكن عم باشوفك تكون عم بتكون صارم جدا مع هذا اه الشخص. اه عم بتعطيه اللي هو الدوى. يعني عم عم بتداوي بالطريقة بالتي هي احسن. خلينا نقول. اه عم تعطيه حجمه. عم تعطيه اه اللي بستاهله مش اكتر. اه شايفي فيه تغير بشخصيتك يا برج الاسد. عم بتحاول تشتغل على نقاط الضعف اللي عندك اياها والطاقات السلبية لجواتك وعم بتحاول تغيرها. يعني كتير حلو انه اشوف هذا الاشي بالورق. نادرا ما بشوفه. انه عم بتحاول تغير بشخصيتك وعم تنجح. خاصة انه ورقة برجك يعني كمان مبينة. فكتير عم بشوف فيه فيه سعادة عجلة الحظ عم بتكون معاك هذا الشهر. في يعني استغلها ما بتعرف بالاشهر اللي بعدها شو رح يصير. فاستغل هاي خلينا نقول. عجلة الحظ. عم بشوف كمان في هذا الكرت اللي هو عم بتلف اللفة عم حدث ظلمك انت عم تاخد حقك. زي ما اقول له هنا فيه صراعات مع شخص ممكن يكون آآ ظلمك. نهاية العلاقة ثلاثية. في علاقة ثلاثية هاد الكرت طلع مقلوب من بعد ما انجرحت آآ بمن اشخاص او من شخص آآ تالت آآ من طرف تالت كان آآ داخل بالعلاقة العاطفية. عم بشوفك آآ عم بشوف هاي العلاقة منتهية او فيه انتصار عليها. عم بشوف هون كارما عم تاخد آآ حقك اكتر شي ممكن يكون في العمل طبعا وعم تاخد حقك في اكتر من كرت يعني شوف كرتين فيهم جستس وكرتين فيهم كارما. آآ بالنسبة للطاقات قبل ما انسى آآ اللي هي هوائية اكتريتها. في نارية. والله هوائية بامتياز. وفي مائية. هوكي. في ميزان. بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي. في اسد حبايبي. في علاقة شوف ثلاثية مليون في المية راح تنتهي. الكرتين طلعوا مقلوبين. كروت العلاقات الثلاثية. آآ هذا الشخص الشخص الشريك او خلينا نقول الشريك. عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بآآ خلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما ازا كنتوا انتم منفصلين او كزا ما عم بيفكر بصغائر الامور بالزعل بالبلوك بهاي الاشياء الفاضية. هو عم بيفكر لا اكتر من هيك. عم فكر للارتباط. عم بيفكر حتى انه ممكن انه اتسافروا مع بعض. آآ عم بيختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا. آآ عم تنتهي عندك فترة الاحباط او الانطواء او الصراع النفسي. آآ عم بنشوف نجاحي كتير. من ناحية العمل نفس الشي قلنا هذا الكارمة او الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع اشخاص يمكن من اطراف آآ هوائية او مائية او نارية. آآ على الاخص نارية ممكن تكون آآ عم بيكون نجاح عليها او انتصار على هدول آآ الاشخاص. آآ شايف فيه الشخص آآ ممكن يتقرب منك ازا كنت اعزب. آآ هذا الشخص آآ صفاته يعني خلينا نقول آآ متوسطة. آآ بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن انا باحكي لك انه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح تكون رح يكون آآ خير لالك. لانه هاي فترة آآ كيف تقولك انه فترة آآ خير بشكل عام لك وحظك حلو في هاي الفترة فاستغل هاي الفترة. شايف بعض الاشخاص عم بيصير عندهم زواج او الاشخاص المتباعدين او اللي على علاقة آآ او حتى المطلقين شايف اللهم رجوع آآ شايف فرحة آآ شايف حب حقيقي عم بيتتوج او بيترسم او بيتطور آآ شايف انه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرفه يمكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل كتير آآ عم بتكون كتير مساند لإله وهو مساند لإلك لقراءات العاطفية حبايبي بتعرفوا انه ممكن تكون عكسية. آآ ازا اكتر اشي مسيطر على الاسد هاي الفترة الامور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر آآ بيين الاشخاص المصرين عالسفر لهم فترة عم بيبين عندي الاسد بده سافر. فآآ في هاي الفترة في فرصة حلوة للسفر او تخطيط او مراحل آآ حلوة عم بتصير من ناحية السفر. آآ الناس اللي عندهم محاكم من برج الاسد عم بيصير في عندهم جوستس عم ياخدوا حقهم والكار ما عم ترجع لهم آآ آآ خاصة المحاكم اللي فيها مال آآ آآ أو حضانة أولاد. خلينا نشوف اكتر عاطفيا. لانه دايما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا اكتر او قراءة عاطفية منفصلة. رح احاول انه نعمل يعني عاطفية منفصلة. شوف حبيبي برج الاسد عم بتكون كتير آآ مبسوط نتيجة الامور اللي صارت آآ في عندك يعني في في امور آآ رح تصير او آآ اكشنز او احداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج عم تتفرج على اما طرف الثالث او الانتصار على الطرف الثالث لانه مبين عندي آآ في رجوع اكيد وفي آآ حتى الناس اللي اللي موجودة مع بعضها من الاصل في آآ تطور في المشاعر خلينا نقول او في العلاقة آآ ولكن في طرف الثالث عم بيكون آآ مش متواجد ولكن عم براقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث آآ شايف الشريك آآ طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني ارجع اقول انه ممكن تكون عكسية آآ الشخص آآ انت او الشخص الآخر ممكن انه يعني شايفيتكم حتى الثنين مندفعين آآ ناحية آآ بعض في نهاية لطرف الثالث الثدث لطرف الثالث مع انه عم بيحاول بيشتى الوسائل انه ينتصر ولكن شايفي نصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث آآ المال بيّن عنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون آآ فيه الوفرة مالية حلوة كتير لبرج الاسد النساء آآ من برج الاسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير آآ فيه مال رح يجيك آآ اما من ترقيف العمل او من عمل اضافي آآ او حتى فرصة آآ عمل جديدة. هاي المشكلة اللي انا قلت آآ عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح آآ تنتصر آآ عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي آآ نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة آآ موضوع كبير آآ رح ينفضح آآ رح فيه امور آآ هو كان يعملها مبين هون امور آآ ممكن تكون اعمال وشغلات آآ آآ هو السبب كان في خدلانك بالفترة الماضية او كان منتصر عليك والآن انت عم تنتصر عليه شايفي اكتر شيء آآ شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية آآ فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فا كتير ورق حلولة برج الاسد ان شاء الله يرب انه ينطبق على اكبر عدد. خلينا نشوف اذا فيه تحذيرات او الشيء بهذا الوراء. اوها. عم بشوفك آآ عم بشوفك برج الاسد معاك مفتاح. مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب. في معاك مفتاح معين آآ اما مسكن جديد انت رح تنتلكه. آآ انا اكتر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب انت معاك المفتاح تبعه. فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس او المخاوف اللي عندك اياها كلياتها يعني تقليد مش اصلي. فما تخاف آآ انت يعني القلب الحبيب معاك وانت مالكو. فما يعني ما تخاف آآ من الامور اللي عم بتصير لانها آآ امور آآ مؤقتة خلينا نقول آآ والحبيب شفته بالوراء عم بتغير عم آآ بيحاول انه يوازن فلا شايفي انه الامور العاطفية على اتم وجه. كمان بالعمل آآ الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة. لانه الاسد اللي هو فترة هو سوداوي شوي او متشائم خلينا نقول. ومعاه يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من اشخاص. آآ بيقولك حب حالك يا حبيبي. بيقولك انت بتستحق الافضل. انت بتستحق افضل ما انت آآ عليه. يعني آآ فقاط لحالك ايمة. اهتم بحالك اكتر من جوة انا عم بقول. من برا طبعا الاسد معروف بالتقلق والاناقة والكزا. آآ بس انا عم بقول من جوة. من جوة آآ اكتر حب حالك. آآ مش الموضوع ما فيه انانية او كزا. آآ بيقولك انت بتستحق الافضل اختار الاشخاص الافضل. آآ استغني عن الاشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك. فحاول تكون آآ عقلاني شوي بكفي آآ يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل. آآ آآ فيه شخص عم بيرائبك كتير بشكل مش طبيعي بآآ بيحب بيشغف. آآ عم بيمثل انه هو ما بده ياك او بده يبعد او كزا بس هو عم بيرائب من ورا لورا. فيعني شي كتير حلو. بيقولك. بيقولك انه هون انه كتير انت قوي وراح تكون قوي في الفترة الجاي راح تكون الامور آآ زمامها في ايدك انت مش على العكس سيما كانت آآ بي بييد الاطراف الاخرى بهاي الفترة راح تكون آآ بييدك فكون مستعد لهذا الموضوع. ترجمة نانسي قنقر